بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم بهذا المصاب الجلل رسوله تعالى أن يرزقنا شفاعة أبي عبدالله الحسين في الآخر وفي الدنيا زيارته إن شاء الله تعالى الواقع أحبتي سؤال أيضا يطرح أنه لماذا بعث أهل الكوفة تلك الرسائل إلى أبي عبدالله الحسين سلام الله عليه طبعا أحبتي معروف أنه الفراغ الفقه والعقائد والاجتماع الذي عانى منه المسلمون بعد فترة من حكم معاوية ومجيء يزيد اللعين أو عليهما لعائن الله سبحانه وتعالى عاشلت الأمة في فراغ فقه فراغ عقائدي فضلا عن الظلم والحيف الذي لاقوه من هذا الحكم ومن هذين الحاكمين الجائرين لذلك أحبتي كل مجتمع يعيش حالة الظلم حالة الحيف حالة من الاستبداد ونتوجه يتوجه إلى المنقذ إلى المخلص نحن الآن كلنا بعدما تمر علينا هذه الظروف القاسية التي نعيشها من ظلم من حيف من سفك للدم من سرقة للحقوق نتطلع إلى مجيء المنقذ والمخلص كل مجتمع يتطلع إلى المنقذ إلى المخلص وكل بفكرته ونحن نعتقد بوجود الإمام المهدي الذي سيظهره الله سبحانه وتعالى ويملؤ الأرض قسطا وعدلة كما مليت أو بعدما مليت ظلما وجورا لذلك أهل العراق أهل الكوفة لم يجدوا ملاذا خاصا كأبي عبد الله الحسين بعد أن عانوا ما عانوا من رحيل أمير المؤمنين ثم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك لذلك نشوف أحبتي حينما قتل أمير المؤمنين ماذا نادى جبرائي نادى بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى إذن يعني أركان الدين أركان الهدى تهدمت برحيل أمير المؤمنين إذن أي فراغ حصل بعد ذهاب أمير المؤمنين إلى ربه شهيدا صابرا محتسبا إذن شنو المسؤولية اللي على عنق الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما تجاه ربهما وتجاه هذه الأمة اللي يعيدون بناء هذه الدعائم إذن أي تضحية يجب أن تبذل حتى يعاد بناء دعامات الإسلام فكان كبد الإمام الحسن روحي فدا ومن ثم نحر الإمام الحسين بأبي هو وأم لذلك هذه الأمة بعد أن عاشت هذا الفراغ وعلمت أو أحست بمقدار ومأساة فقد أمير المؤمنين والإمام الحسن إذن شافوا الظلم الذي حدث بعد رحيل هذين الطودين العظيمين هذين الإمامين الكريمين وتسلط بني أمية على رقاب الأمة أحسوا بالندم وأرادوا أن يكون هناك قائد مثالي الذي يرجع لهم ما فقدوه في حياتي أمير المؤمنين أمير المؤمنين في حياتي لم يوجد هناك فقير يفتر صاحب الحق يريد أن يجد فقير ما يجد لأن الحقوق كانت موزعة بالتساوي حسب الأصول كما يريدها الله تعالى ماكو هناك فقير ماكو هناك محتاج في زمن أمير المؤمنين ما أحوجنا إليك وليحكومتك يا أمير المؤمنين في هذا الظرف الصعب لذلك أرسل الرسائل أن أقدم يعني أدنى استعداد يا ابن رسول الله لكي ننصرك لكي ننصرك لقد أينعت الثمار واخضر الجناب إنما تقدم على جند لك مجند القائد يحتاج إلى قاعدة جماهرية قاعدة جماهرية نوعية مو كمية ما يحتاج إلى كم إنما إلى نوع لكن 12 ألف رسالة أرسلوا حملي بعير أفرغها الإمام سلام الله عليه يوم عاشورة يا شبث ابن ربعي ويا حجار ابن أبجر ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب إنما تقدم على جند لك مجندة قالوا لم نفعل قال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم إذن هنا أحبتي أهل الكوفة بعثوا الرسائل فمن واجب الإمام أن يلبي هذه الدعوة اللابد بعد واجب أن يأتي ويقود هذه الأمة إلى طريق الخير لكن ماذا صنع الإمام صنع أنه أرسل مسلم ابن عقيل قبله يستشف الأمر ويعرف نية أهل الكوفة حتى يستتب له الأمر ثم يأتي الإمام سلام الله عليه لكن للأسف الشديد هؤلاء غدروا وغيروا لضعف الإيمان للخنوع للخوف وكما سيمر علينا إن شاء الله في الحلقة المقبلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر